اكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على مضي الحكومة الانتقالية في بناء جيش وطني موحد يتميز بالمهنية والاحترافية وقال لدى زيارته للقيادة العامة للجيش برفقة البرهان ان الزيارة تأتي في طار دعم نموذج الشراكة المتميزة بين المدنيين والعسكريين والتي افلحت بوضع لبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر يسهم في احداث الاستقرار بالبلاد استقبل صاحب السمو الملكير امير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود من عبدالعزيز امير منطقة القصيم سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسين بشير تؤكد سموه عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان متمنيا التقدم والازدهار للسودان حكومة وشعبا من جهته اشهد السفير السوداني بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات منوها بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين التقى عضو مجلس السيادة الهادي ادريس بوفد المبادرة الشعبية لدعم متضرري حريق معسكرات جريضا بولاية جنوب دارفور وقال هاشم حمد ممثل المبادرة الشعبية لدعم المتضررين انه اطلع عضو مجلس السيادة على الخسائر التي نجمت عن الحريق والمتمثلة في تضرري 20 الف نسمة ووفاة 14 شخص ونفوق اكثر من 3000 رأس من الماشية اكد عضو مجلس السيادة مالك عقار دعمه لقضايا المرأة وتمكينها من المشاركة في صناعة القرار السياسي بالبلاد وتعهد خلال لقائه بوفد مبادرة الاجندة النسوية لمسار التفاوض القادم في جباب دعم قضايا النساء وضرورة تمثلهن في وفود ولجان التفاوض القادم حزى فيلم حفن التمر على جائزة لجنة التحكيم عن المنجز الابداعي في مهرجان اريزونا السينمية الدولي بالولايات المتحدة الامريكية والفيلم مقتبس من قصة لروائي الطيب صالح ويخراج هاشم حسن وتاتي هذه الجائزة في وقت تشهد فيه السينما السودانية تطورا قويا في المشهدين العالمي والإقليمي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة